مطر ورعد وبرق وعواصف تقشعر لها الأبدان فبمجرد النظر إلى هذه المناظر أشعر تلقائيا بالبرد والكثير من الخوف وليس بعض الخوف هذه المقاطع تظهر اجتياحة الإعصاريا لساحل خليجي ولاية فلوريدا الأمريكية شرق الولايات المتحدة متسببا كما تروا بعواصف عاتية وأمطار غزيرة مؤديا إلى قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية ووصل الإعصار الخطير للغاية إلى اليابسة غرب فلوريدا ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كم في الساعة الإعصار تحول إلى إعصار من الفئة الرابعة وتسبب بانقطاع في الكهرباء الفيضانات الكارثية غمرت أجزاء كبيرة من المدينة وتحطمت نوافذ المباني وتعطلت حركة السير وأغلقت الطرقات بالأشجار المتطايرة واشتعلت الحرائق بسبب انقطاع كبلة الكهرباء وتعد منطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضا لخطر هبوط الإعصار على اليابسة في الولايات الأمريكية إذ إنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة كيلومترات عدة عشرات من الفنادق غمرت بالمياه إلى الآن حاكم ولاية فلوريدا سبق أن حذر السكان من صعوبة عمليات الإخلاء عند وصول الإعصار لأن الرياح المتزايدة ستجبر السلطات على إغلاق الجزور أو جسور الطرق السريعة المؤدية إلى الولايات الأخرى عمليا تم تعليق الدراسة في نحو ستين مؤسسة تعليمية في الولاية كما أبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من ألفين رحلة بسبب الأحوال الجوية حتى شركة وولد ديزني أعلنت إغلاق منتزهاتها المائية كما عطلت العاصفة قطاع الطاقة مما أدى إلى تراجع نحو 11% من إنتاج النفط في المنطقة صور الأقمار الصناعية أظهرت إعصار إيا أثناء تشكله فقد بدأ بالتشكل في جنوب البحر الكاريبي وأخذ شكل عاصفة استوائية وتم التقاط مقاطع العواصف الرعدية حول مركز الإعصار مع عبوره خليج المكسيك ومن المتوقع أن يكون إيا أقوى عاصفة مسجلة تصل اليابسة في الساحل الغربي لشبه جزيرة فلوريدا بعض الأشخاص اختاروا عدم اتباع أوامر الإخلاء وباتوا عالقين بسبب صعوبة وصول خدمات الطوارئ إليهم جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في فلوريدا وطالب وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جهود الإغاثة كما أجل رحلة كانت مقررة له إلى فلوريدا بسبب العاصفة ترجمة نانسي قنقر